من المطارن والكهنة وجمع من أبناء البلدة تهدف الجمعية إلى دعم العائلات المسيحية ذات الدخل المحدود في محافظة بيت لحم وتلبية احتياجات المجتمع في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الحالية كما يبرز دور الجمعية بتشجيع الشباب المسيحي الفلسطيني على البقاء في أرضه رغم التحديات وتوثيق أواصر الأخوة بين الشباب ومد يد العوني لكل محتاجا كما دعانا السيد المسيح يواجه المسيحيون في غزة ظروفا صعبة بسبب الحرب المستمرة في القطاع مما أدى إلى تعليق أعمال العيادة الطبية وبعض الخدمات التي تديرها جمعية كاريتاس في غزة لكن أكبر تحدياتها هو الوضع الأمني السائد وصعوبة التنقل والتنصيق إضافة إلى انتشار الأوبئة وتلوث المياه والهواء كما أن عدد السكان المسيحيين في غزة آخذ بالتراجع بما دفع نحو 350 مسيحيا إلى الهجرة من أصل حوالي ألف شخص وأكدت كاريتاس بأن وضع المسيحيين في غزة صعب للغاية وجميعهم يلجأون إلى كنيستي العائلة المقدسة للاتين والقديس بيرفيريوس لروم الأرثوديكس بعد استهداف المناطق التي كانوا يسكنونها ومع ذلك فقد تعرضت كنيست القديس بيرفيريوس للقصف من قبل طيران الاحتلال ما أسفر عن استشهاد ثمانية عشر لاجئا مسيحيا في الكنيسة إضافة إلى عشرة مفقودين